السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصراحة مطش مصري ونجريا احنا اتظلمنا ابتخب مصري اتظلم لانه لا يستحق الهزيمة 1-0 احنا نستحق الهزيمة 5-0 شناوي شال اهداف الشوت الاول وشال اهداف الشوت التاني واللي يشوف المطش يقول ايه ان مصري هي المتقدمة من اول المباراة ونجريا هي اللي عايزة تتعادل ما نظر يكسف موجود لعيبة في الدولة الانجليزية ثلاث لعيبة ترزيجيه وصلاح ونني هنقول ترزيجيه الراجل الرماه في المعارقة والراجل مش جاهز لكن مصري قولة ايه لا او يا جماعة الحمد لله الحمد لله كلامي كان واضح ابلي البطول على كروش واختياراته وتفكيره وغلطاته الكبيرة اللي كانت واضحة وقلت ان احنا هنلعب ممكن نكسب المتقدمة اللي جايين وهنسعد على الفكرة هنسعد دروح الدور الستاشر لكن ده شكلنا الطبيعي ده مستوانة طبيعي مع المدير الفن ده ومع الحلول بتاعته مصر قليلة قوي ومدرب ما فيش اي شكل نيجيريا احسن مننا في كل حاجة في كل حاجة تنظيم واقفين صح كرة تانية بتنزل ما بيعاملوش مجهود واقفين صح طول ما انت واقف صح كرة تانية لما تنزل تنزلك جاهزة مش هتتعب في الالتحمة تحسن مننا في المهارات يا نوري سود ده البكين بتوعنا اكرم توفيق ربنا يشفيه وفتوح ربنا يشفيه ايه تهرو من المستحملوش مستحملوش والله الاطراف عندهم سيمون وصامول طبعا ناتشو اللي جاب الهدف المهاجم بص يعني اول مرة اشوف منتخب بيلعب منتخب وبيهجم من كل حد من ناحية اليمين شوارع من ناحية اليمين اللي غاتل الوقت الضيع كانوا اشناو انقذ هدف ناحية الشمال شوارع الشمال نيجيريا لا ناحية اكرم توفيق اللي اتصاب وتلع يعني ان الاطراف عندنا مفتوحين والقلب مفتوح انا اول مرة اشوف عدد زيادة في اربع مدافعين وقدامهم النني وحمد فتحي ستة مدافعين والتانيين هارينا بعدد قليل اللي هو مش بالقطرة مش بالعدد مش بالعدد ده الراجل الناحية اليمين بتاع نيجيريا كان بيرقص سامول اللي كان بيرقص اي حد المتالي كان هيتلع على مدرجة رأس المتفرجين المشاهدين نيجيريا احسن منها في كل حاجة زي ما قلتلكوا مهارة واقفين صحي في الملعب الاتحامات ده فيه العيبة كانت بتخش الاتحامات يعين واقل حاجة المعلق احمد الطيب كابتن احمد الطيب يقول لك ايه هو فين عمر مرموش انت جاي على واحد عنده عشرين سنة لا قول فين صلاح قول فين صلاح فين النني فين تريزيجي ليفربول يا جماعة نادي ليفربول ما بيحبش مصر نادي ليفربول ما بيحبش مصر اللي هو بيحب مصر كان زي ما بعت مانيه للسنغال كان بعت محمد صلاح لمصر ليه ما بعتش ليفربول محمد صلاح لمصر دي سؤال ولازم الصفارة تتكلم والخارجية يتكلموا ليه لفربول منع محمد صلاح ان يجي يلعب النهاردة مع منتخب مصر زي ما قولتو لكم بنلعب ستة وراء ما بيتقدموش انني وحمد فتحي واربع مصر ستة ستة وارينا بيوصلوا لغاية الشناوي يعني انت لما تديني مسئولية وتلاقي وتلاقي الكرة عما لا تروح على الشناوي يبقى انا واقف غلط اختيار المدير الفني للعيبة خطأ ما عارفش اني كان دوره ايه النهاردة انا ما عارفش صراحة المهمة اتنين فص الملعب ونقصين اجمل حاجة المتخابات العربية ابتدت من مبارح المغرب قلنا ايه المستوى بتاع المغرب ده وعملت تحليل الفيديو مساوى وحش وسامك لابن طمر هندي والمغرب كسب اتعدل في الشود التاني النهاردة الجزائر برضو قلت الشود الاولاني زفت من الجزائر لكن الشود التاني اتعدل ايه يعني اتعدل وراحة انفراضات وفرص وكل مهاجم في الجزائر ضيع فرص يعني المهم الناس كانت بتوصل في فكرة في الملعب النهاردة منتخب مصر انا بقى انا انا طالع يعني بقول كوميديا هقول مطش ايه هتكلم ايه انا بقى طالع اقول مسرحية مصر تستحق الهزيمة واحد سفر ده ظلم وفروض تتغلب اربعة لو لشن بيملك وجبها اليمين وجبها شمال وراس حرب يعني اما على فكرة كاس العرب كنا كده برضو من عشرين يوم لعبنا بطولة كبيرة لعبنا فيها ست مطشات خمس مطشات اه خمس مطشات يعني شكرا لعبنا ست مطشات ست مطشات كده والله ما فيش اي شكل ما تعرفش الكرة بتطلع علي مين ما فيش اي دويتو حتى اتنين مع بعض حاجة فظيعة يعني اخلي بالكو هنكسب ونعدي بس مش جيل مشكلة ما انت لما هتعدي هتقابل فرق زي نجريا كده احنا النهاردة كنت بتتفرج على المباراة شكلين هيكسف شكلين هيكسف والله يعني لو من رئيس البعثة يقطع تسكرة في المطار وبعد الشرط الاولاني يقولهم سلام ايولو راحين فين يا رئيس البعثة يقولهم راح المطار اتعالوكو تسكرة نحجز طيارة قبل ما تزحم نيجريا بتهاجمنا وهي كسبانا واحد زفر واحنا مغلوبين مش عارفين نطلع من وراء ده شغل مدرب لما يكون فيه فرقتين في الملعب فرقة مموتة فرقة رايحة فشخاها كده قورة فين تدخل للمدير الفني فين التدخل عرش انت جاي مدرب اجنابي ليه فين الشكل اللي في الملعب تجاي مدرب اجنابي ليه المدير الفني ايه لازمته في كرة القدم يا جماعة التنظيم ان اي احتشر يلعبه لا بس المدير الفني ايه وجوده على الدكة وفي المعسكر فيه تنظيم لما تقطع الكرة من وراء الارباع اللي وراء او الاتنين فوز الكرة تطلع ازاي تطلع ازاي احنا ما ما بتعرفش نطلع بالكرة وفي كاس العرب مع كرش كده برضو النهارده يا جماعة منتخب نيجيريا بتتفرج عشوة الاولاني بتقول يا ولد بتقولهم هم بيستلم الكرة يطلعوا بالكرة من وراء يستلم ويلف ويلف باكرم توفيق ويلف باللعبة كلها ونعملين نقولهم يا ولد يا ولد عارفين هم بيعملوا ايه ما لعبوش ماتشات ودي كابتن احمد الطايب المعالك يقول لك ايه اصلي ما لعبناش ماتشات ودي ما انجيريا ما لعبتش ماتشات ودي بس اعملوا علينا سرك انت حتى لو ما شهتعمل ماتش ودي بقالك شكل حتى يعني في حاجة بتتعامل يعني بصراحة انا قد مخنوق اصلا يعني عموما حسب ان الله نعمل وكيل في نادي ليفربول انه ما ما بعتش صلاح قال لهم انا خاف عن صلاح يتصف في افريقيا وبتاعه ما بعتوش وصلاح فضل في اه انجلترا صلاح لما بيطقلق انا اول واحد بفرح بقى في كمة السعادة يمكن بفرح اكتر منه لكن لما يبقى كده لا امال كبير ايه والنجم ايه لازم زي ما بندلو حقه لازم نقول انتظر بقى في الصهرة باذن الله فيديو عن ماتش الجزائر النهار ده وسريليون في تفاصيل هنتكلم فيها وتفرج برضو بالليل على فيديو في تفاصيل هنتكلم فيها عن منتخب مصر